اشتركوا في القناة شكرا جزيلا أولا بنشكر لأخوة فيه لليكم برنامج لليكم اللي بيسلط الضوء على كثير من الأشياء اللي بتهم المجتمع الشادي وبتهم الفقافة المجتمع الشادي وإرس المجتمع الشادي العلوم التطبيقية غيرها من العلوم العلوم طبعا متكاملة كلها سواء كانت تطبيقية أو نظرية ولكن دائما بيركز على جانب العلوم التطبيقية من أجل التطور لأن الإنسان كلما تزيد الكثافة الثكانية كلما محتاج لكثير من الموارد محتاج لكثير من المواد كمستهلك فده بالطلب التركيز على العلوم التطبيقية من أجل تغيير نمط الحياة على سبيل المثال لو مسجنا جزء من العلوم التطبيقية زي الكيميا التطبيقية الفيزياء التطبيقية أو الأحياء التطبيقية بنلقى علوم الزراعة علوم الصناعة علوم الهندسة الاقتصادية في مجموعة من العلوم متكاملة مع بعضها البعض بنخرج كل سنة مجموعة من الخريجين سواء كان في المجال الأدبي أو المجال العلمي محتاجين لعمل الأمل ده ما بتأتى إلا إذا كان العلوم التطبيقية ركزت على استغلال المواد الأولية الموجودة في الدولة يعني بنقول الفونسون بابليك تشيل كل الناس الفونسون بابليك استحيل تشيل كل الناس طيب عشان تكون في فرص آخرى تشيل الناس معناها محتاجين لتصنيع التصنيع بيحتاج لعلوم تطبيقية هذا التصنيع بيركز على مواد أولية ممكن تكون حيوانية أو ممكن تكون نباتية يعني في مجال الزراعة أنا محتاج لخبزة ما أنا محتاج لقمح محتاج لطحين لدقيق الدقيق دي عبارة عن مادة واحدة من النباتات هي عبارة عن القمح ممكن نزرعها في لبكات ممكن نزرعها في سلامات ممكن نزرعها في كثير من الأماكن زي ما أوكرانيا حاليا توقفت أنا ممكن نكون بديل دي بتطلب وجود طاغة والطاغة من الإشكاليات الكبيرة المنعاني منها فتال لأن الطاغة الناس بعتبروها لكس ولكن الطاغة شيء أساسي بالنسبة للحياة والتطور لو لا الطاغة لو ما كنا في شغالين في هذه القاعة لو لا الطاغة لما كان المستشفيات شغالة الطاغة هي عبارة عن وسيلة بتحرك كل شيء هي الموتيرة اللي بتحرك الحياة حقت الإنسان في العصر الحالي يعني الطاقة هي الأول اللي ياته الثابت أول كالأساس في الهجاب هي الثابتة الأول في التطور لأنه لو لا الطاغة أنا ممكن يكون أندي جمحة لكن ممكن ما نعمل طحية ممكن نصدرها مادة خام خسران نعم اندي بهايم ممكن نصدرها خام أنا خسران يعني كمية من الجلود سنوياً بترحل إلى نيجيريا كمية من الحديد سنوياً بيرحل إلى دول آخرة لين هنه ما نسوه هنا ده؟ نعم نحن مستحلكين للحديد مستحلكين للأخشاب مستحلكين للبن مستحلكين للعصائر وإن المواد الأولية كلها موجودة هنا ده العلومة الطبيقية بتشمل كل الأشياء ذكرناها ده لذلك التركيز على العلومة الطبيقية ما لأنه نحن بنحسن للعلومة الطبيقية ولكن طبيعة الحياة بتطلب لازم تطور تطور عبر العلومة الطبيقية نعم ساعدة البروف ما هي أكثر المجالات أكثر تعثر بالعلومة الطبيقية مثلاً في مجالات كده ترتبط ارتباط وثيق كده بالعلومة الطبيقية هي كلها متكاملة مع بعض يعني مثلاً الهندسة الهندسة بصورة عامة الهندسة الكيميائية هي الهندسة بتركيز على تديني مادة أولية أنا نحاول إليك لمادة نهائية الديني قصب سكر نحاول إليك لسكر نطلع إليك منا مادة آخرة ممكن تكون نطلع إليك بيوكاربيران يعني محتاج لوقود نطلع إليك لغود منه الديني مثلاً بقر نطلع إليك جلوت ممكن تستخدم في صناعات كثيرة الديني قمح نطلع إليك منه طهين نطلع إليك مواد آخر الديني مواد أولية وأنا حاول إليك ليه؟ في مجموعة من الخطوات نسميها بسموها البروسيس انجينيرين البروسيس انجينيرين دي هي الخطوات من خطوة لخطوة لخطوة لحد من الدقناتج نهائي الخطوات دي كلها بتطلب بتطلب عمال أنا إذا من معناه العمالة وكنت أبزر بالعمالة بنأبزر بالفل في البروسيس في الأيض العاملة محتاج لها في زراعة مثلاً القمح محتاج لها في زراعة الصمق محتاج لها في زراعة المواد الأخرى زي المواد اللي نعمل منها عصاير داير الناس هناك يشتغلوا ويدوني أنا ناتج أولي يجي في المصنع نحولها ونقوم في ناتج في مجال الإنتاج عندي عمالة في مجال التصنيع عندي عمالة وفي مجال الخطام النهائي أندي أعمالها إذن صناعة واحدة ممكن تشير لي مجموعة من الناس يعني اللوني هنا سخرنا إمكانياتنا العلوم التطبيقية ورجعت للبحث لأن البحث هي عبارة عن دراسة الجدوة أنا أعملي دراسة الجدوة حقا إقامة مطاحن حقا قمح في جات في زراعين بمشو بدرسوا المناطق الزراعية كمية الإنتاج أنا المحتاج لي بعد ذاك التحويل المصنع أنا من ألف لهدي زيت محتاج لي شنوف المصنع دي المهندسين بعملوها طيب الطاقة المحتاج لها كم لازم تتوفر لي إذا تتوفر دي كلها المصنع بيشتغل يعني نعمل دراسة الجدوة في سنتين داك تكون في تصنيع معنى تتضع اعتبارات لكل المواد الخطوات الدراسة الجدوة الدراسة الجدوة بتاعتمد من المادة الزراعية لحد ما هيوال المصنع مثلا بترول أنكو تبير طلع لي بترول أديني لها أنا منشير البترول لك مادة خام بنعمل منها الاهتحاجات اللي بيتحتاج لي نديك بنزين نديك نفسها نديك غاز نديك كل شيء الفضل نعمل مثلا صناعاتها بترو كيميا نطلع لكوشي نطلع كراسي قادين فيها بل تطلع منها ولو ملاحظين السهلية الكلام دا حاصل في الجرامية ولكن ما مضبوط في كتير من الانتاجات موجودة لكن الدولة زالة تكون مامة ريزية طيب البروف تحدثنا عن قلنا أن الطاقة هي الأهم نعم طيب هل تحدثنا عن الطاقة في حقيقة مشكلتنا في الطاقة طبعا الطاقة في العالم أرخص طاقة هي الطاقة المائية نعم وللأسف يبدو لي نحنا للطبيعة حقنا كمية الأنهار الموجودة والارتفاع حقها يعني الأرض مستوية أكتر نعم لو الأرض مرتفعة في محل وبعد ذاك تخزنت الموية وتخزنت لارتفاع الصغوط حق الموية من الفوق وبعد ذا العلوم التطبيقية الصغوط من الموية من الفوق دا الصغوط دا أنه بنعمل تربين تنزل فوق الموية وبتأمل تحرك وبعد ذاك منتك طاقة دي أرخص طاقة في العالم دي يبدو لي صعبة شوية ممكن ما تكون بديل ولكن في الطاقة حقه الرياح نعم وفي الطاقة الشمسية وفي الطاقة الشمسية لو مسجنا مناطق الشمال دي لو عملت فيها يعني اثنين كيليومتر مربع عملت مثلا طواحين حقه الهوى دي وعملت مجموعة من البانوسولير كمية الطاقة اللي بيجيب دي كمية ممكن تكون الأحسب الحوجية حقه تكتب كمية المراوح لأنه الريح هناك كتيرة جدا نعم كمية المراوح دي كله ما تكون كتيرة معنى أنا دي طاقة كتيرة ممكن لكم وطاقة ما بتكلفني كتيري نعم وكذلك الطاقة الشمسية لأنه الحرارة نهى البيتفراب هذين هنا ممكن نستفيد منها طاقة نعم بدل لاستخدم الطاقة حقه البترول نعم طاقة البترول غالية زي يزور اندو قروف في البيت نعم نهنا حتى الشركة زي القروف في البيت هذين بتجيب قازوان وقدك تشقلها مكلف ما بتقدر نعم إذن حتى الدولة ذاتها ما بتقدر إذن دي ما بديل بالنسبة لتصنيع أنا الطاقة كل ما تكون غالية معنى الصناعة تكون مكلفة الناتجة اللي بننتجة ده بكون لو قارنت في منافزة بينه بين إنسان آخر هو بيكون أحسن مني نعم ده البرو في جرنا الحديث إلى أن الصناعات المحلية لها دور تلعب في تغيير نمط الحياة الاجتماعية أكيد الصناعات المحلية عندها دور كبير جدا جدا في الصناعات حتى الناس بعملوها أرتزانات يعني مثلا في صابون نعم بعملوه بلدي في عصائر بعملوه بلدي ولكن دي بيكون عندها بيقدر تخدم المجتمع ولكن عندها ناتج سلبي من ناحية الصحة نعم أدره صحيح لأنها ما بطريقة علمية نعم الطريقة الحفظ ما صحيح طريقة التصنيع بعد مرات ما فيها مواتي ممكن تكون تساعد أنه المادة تقاوم بالإضافة لده بجر لأنه الناس بتستخدم بتعبي تعبيها يعني ممكن تجيب تجيب أنا جزاز من محل آخر وتعبي فوقها وتساعد وده بعمل بعمل أمرات كثيرة بالنسبة المجتمع نعم إذن دور الدولة في ضبط الانتاج المحلي كذلك مهم بقدر ما هو بساعد لأنه في الناس بيجلقوا منا دخيل نعم ولكن لو بيجى على المستوى الدولة توفير طاقة رخيصة ومناسبة وتهيئة الجولة الاستثمار في ميال الصناعة ده بيطلق الدولة من 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 كريس كتير مهنو كاديين البيئة الكاديية أيهما أنفع لنا البطاقة تارياء أو البطاقة الشمسية كلها الاثنين كلها الاثنين كلها الاثنين زي بعض يعني كلها عبارة عن بدايل نعم وكلها أحسن وما بتكلفنا كتير التكلفة حاجاتها البداية بس لكن بعد ذلك بتحفظها طبعا فيما هندسين متخصصين في الالتجاني بدأ نعم كمية المراوحة اللي أنا محتاج لها الزونة اللي بنعمل فيها على حسب الحركة حاجة الرياح نعم وكمية البانوسولير اللي بنجيبها من خطها على حسب كمية الطاقة عن الدائرة نعم دي كلها بتجمع تجمع دي كلها وبعد ذلك بتكون فيه وحدة وحدة أنا عندي كمية من الطاقة تكون موجودة على حسب الاحتياج نعم دي أنا ممكن نخطها نجيب نحويلها للزونة الصناعي هنا دا ونضمن أن الناس اللي بيشتغلوا في الصناعة دي يكون النطاقة رخيصة ما مكلفة عشان تزايدهم على الانتاج برو فالعلومة الطبيقية دي ممكن تساهم لنا في فتح فرص عمل للشباب نعم وجلب المستثمرين نعم ودي كلها استفادة ممكن نستفيد من العلومة الطبيقية كيف انت برعايةك حسا المواطنين ما انهم دراية بمدى أهمية حادة الواعدة تقول شنو من هنا نصيحتي بالنسبة لله لأباء التلاميذ وأباء الطلاب توجيها الطلاب في الجانب العلمي نعم مش بننطقس من قدر الجانب الأدبي الجانب الأدبي مهم جدا يعني أنا كباحث لو ما شنعمل دايل نعمل مصنع في منطقة من المناطق لازم نشيل ما هي باحث اجتماعي نعم لأنه ننزل أرضهم دي ما بدون إليها عشان نزرع فيها نعم لازم دايل إنسان حقا جغرافيا عشان يساعدني في الجانب دا دايل إنسان بتاع علوم اجتماعية دايل إنسان حقا سلوك دايل كلهم لازم ننزل بهم في المنطقة أنا دايل نعمل بها استثمارة ويهيئوا لي الجول عشان المواطن يقبلني أنا ويقبل الفكرة حقتي أنا وبعد ذلك يديني أرضه المشاركة مع الحكومة فالعلوم هي مكملة لبعض ولكن في الفترة لأحنا شاد كدولة من الدول دول أفريقية يعني المتأخرة شوية بتحتاج أنه على مستوىنا نحن مثلا في التعليم العالي وعلى مستوى التعليم العام لابد من توجيه الطلاب في جوانب جوانب الزراعة جوانب الصناعة جوانب الحرفة المهنية لأنه دي كلها دي الموتير بيستخدم في الحركة حقا الصناعة والحركة حقا استقلال المواد الأولية بصورة عامة نعم سعادة البروف من ضمن المكونات ولا من ضمن العوامل العلوم الطبيقية هناك المواد الكيميائية نعم حل ما لها المواد الكيميائية ما لها أثر في البيئة ومثلا في المجتمع بصفة عامة كده مثلا عندنا صناعات ممكن نصنع ممكن يخرج لنا من الصناعات ده المواد الكيميائية واليؤثر في المناخ أو البيئة في أي فكرة صناعية قبل ما تعمل الصناعة بتعمل حل مشكلة الأثار المترتبة على المواد المواد الغير أساسية المواد الجانبية المواد الجانبية دي أي تصنيع بيكون عندك نظام حقا معالجة هذه المواد بحيث أنها لا تأثر على البيئة نعم فده لو الشركة ما التزمت بها ممكن الشركة توقف وده موجود في العالم كله ولكن بصورة عامة الشيء الوحيد الناس ما قدروا يتحكموا فوق اللي هو الجانب حقا الغازات الغازات نكسيدة الكربوة سواء كانوا في الصين أو أمريكا أو اليابان حتى في النهاية مرقوا من الاتفاقيات لأنه بتكلفهم كتير ده بأثر على الكون كله بأثر على الكون كله بمرور الزمن ولكن بالنسبة لي هنا في دول أفريقية يا دوبني هنا من هنا يمكن نكون في دهاب في بداية التطوير حتى لو اشتغلنا وأملنا مواد ما بيكون تأثيرنا كبير في البيئة ولكن هذه الشركات قبل ما تبدأ لا بد من احترام الآثار معالجة المواطنة الضارة بالبيئة نعم هي تصنيع لا بد من معالجة الآثار الضارة بالبيئة قبل ما تبدأ التصنيع والإنتاج وهي دايما حتى الأدوة بنستخدمها إنها جانب سلبة وإنها جانب إيجابي الإيجابية والسلبية هي من نمط الحياة من سنة الحياة الحرارة والبرودة هل بد يكون شيء إيجابي؟ لا في الحياة الحياة ما شاء على الطباط ديكتور حامد يمكن بعدهم اطرق الحياة غائمة على الطباط الليل نحار سهونة برودة هذا موجود لكن في الحقيقة هنا في التصنيع في جانب الإيجابي وفي جانب السلبي ولكن الجانب السلبي لأن الآثار المؤثر على البيئة لا بد من يعالج يلتزم بها ولكن العلوم التطبيقية يعني أنا متأكد جداً هي الموتير الدولة المفروض تركز عليها بعد ما تحيل قضية بالطاقة تركز على إقامة تصنيع في شهاد حقيقية عشان يحيل مشكلة ده العمالة وإلي بعد فترة من الزمن بنواجه مثلاً الشباب اللي يقوم ده بيضغط الحكومة يقول لها دار نشتغل فالحكومة الفونسون بابليكة الناس الموجودين في الفونسون بابليكة ده ما قاعدين بيشتغلوا صراحة يعني ده لنقوله أمام التلفزيون الناس بتمشي مكاتبة وبترجع البيوت لكن لو أملت تقييم حقيقي بالنسبة للتنمية الدولة ده ما في عمل إن شاء الله من هنا يسمعوك ونستفيد من العلوم التطبيقية الحديث أنها والله شيق جداً لكن مسافة الفقرة انتحت فنتمنى نواصل معك في حلقاتنا اللي جاية إن شاء الله شكراً مرة ثانية بارك الله فيكم اشتركوا في القناة